توفي المطرب طاهر مصطفى الاربعاء 14 اكتوبر 2020 بنفس يوم رحيل الفنان الكبير محمول يسير طاهر مصطفى اشتهرة في حقبات التسعينيات بأداه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلسومو عبدالوهاب واشتهرة بأداه لأغنية من غير ليه لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وحقت من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينيات قبل عشر سنوات استقر طاهر مصطفى توفي عن 44 سنة في مدينة الغرداء بعدما تزوج ورزقاه الله بتفله الوحيد أحمد لكن الزمن الذي جاد على المطرب المعجزة في صغره أبى أن يكمل فضله عليه وفرق بينه وبين نجليا الذي عاشقه وأصبح أمله الوحيد في الدنيا حيث عاش مع أمه بعيدا عنه بعد انفصالهما وكبر وترارع الطفل حتى بلغ عمره عشر عوام بينما لم يجد المطرب إلا حضن والدته وسكن سويا في إحدى الشقق المدينة الساحلية ابني وحشني وعايز أشوفه كانت آخر كلمات المطرب المعجزة في الدنيا إذ غادر عالمنا بعد ساعات من تحقيق حلم الغناء مجددا بإحدى الحفلات الليلية بمدينة الغرداء عقب فترة انقطاع عن الأغاني والحفلات سعادة كبيرة كانت تعمر المطرب طاهر مصطفى أثناء استعداده للحفل الأخير في حياته وكأن الزمن عاد به إلى الخلف ليعود من تصبيف شعره مسرعا لأمه ليأخذ رأيها كما اعتاد في الماضي إيه رأيك في شكل كده والتي دعمته بشدة خاصة أنها كانت على يقين بأن الغناء وحده سيخرجه من حزنه على فراق ابنه الوحيد أدى طاهر مصطفى غنوة الوداع في آخر ليلة وغادر الحفل وعاد لمنزله في الواحدة صباح بحث عن سريره والسعادة تملأ قلبه ونام في صبات عميق إلى الأبد وتكتشف والدته وفاته أثناء محاولتها إيقاظه في الصباح ويتم دفنه بمقابر الغردقة بحضور عدد من أصدقائه والفرقة الموسيقية ونقيب الموسيقيين بالغرداء يقول محمد رشاد أحد المطربين المشهورين بالغرداء أنه حضر حدة عفلات مع المطرب الراحل في قصر ثقافة الغردقة قبل خمس سنوات معضحا أنه عامل بالفنادق والملائي الليلية لفترة وكانت سيراته عطرة ومحبة للفن إذ كان يرفض أداء غانم هابطة ويتمسك بالطرب الأصيل هنا وهو في طفولته كان بيغني لأم كلسوم سموه الطفل المعجزة من كتر حلاوة صوته وأنا بعد ما كبر في شبابه الله يرحمه يضيف رشاد أن الراحل أجرع عملية جراحية في عينيه خارج مصر ليتمكن من الرؤية بإحدى عينيه بنسبة بسيطة ويركب للأخرى عينا صناعية بعد أن كان كفيفا في الصغر العازف فتحي الدكماوي أحد أفراد الفرقة المصاحبة للمطرب الراحل طهر مصطفى يقول أنه لازمه في العمل منذ سنوات وصفا لحظاته الأخيرة بأنه كان متسامحا جدا وكان نفسه يشوف ابنه ويؤكد أن المطرب الراحل كان دقاما ما يقول لفرقته ابني وحشني ونفسي أشوفه موضحا أن طريقته منعته من رؤية ابنه الوحيد الذي كان سيكمل عامه العاشر يوم 22 أكتوبر الجاري مشيرا إلى أنه ورص عن أبيه ضعف النظر الحفلة الأخيرة في حياة طهر مصطفى والتي سابقت وفاته بساعات كان يغني فيها بانسجام شديد بحسب ما قاله الدكماوي والذي أكد أنه كان متوقفا عن الغناء منذ فترة ولا يرضى بالغناء في الملاهي الليلية التي لا تناسب أغانيه وأدائه مشددا على أنه كان مطربا من العيار السقيل ونضجة كثيرا في السنوات الأخيرة وأصبح له طابع خاص به بعد أن كانت طفلة المعجزة ويؤدي أغاني المطربين المشهورين ويشير الدكماوي لأن والدة طهر مصطفى كانت ترافقه طوال حياته لم تفترك عنه لحظة منذ الصغر وجاءت للغرداء لتستقر معه وكانت ترعاه دائما مضيفا أن لديه أخ يدعى هاني يعيش بالقاهرة وأعلن خبر الوفاة في البداية عن طريق عددا من شباب مدينة الغرداء عبر صفحات الفيسبوك وكانوا مطالبين بالسهاب للمدافن للصلاة علي وتم دفنيه بمقابل الغرداء بحضور عدد من أصدقائه والفرقة الموسيقية وعدد من الموسيقيين هنا طهر مصطفى اللي هو على يمين الصورة اللي يرحمه وهنا على شمال الصورة مع أصدقائه طهر مصطفى أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر وهو ابن محافظة المنصورة وقدم أربع ألبومات أعادة فيها تقديم أغاني لأم كالسوم وعبد الوهاب ولكن طهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة والتي لم يرجع منها طهر كما كان وحاول عدة محاولات مع أغاني فريد الأطرش لكنها لم تكن في قوة ونجاح ما قدمه من قبل ولم تنتشر مثل انتشار أغانيها التي قدمها في فترة الطفولة فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلي رحل طهر مصطفى عن أربعة واربعين سنة وانعته المطربة ومرو ناجي بكلمات مؤسرة وقالت أنه كان من أفضل الأصوات التي تغني لأم كالسوم ومحمد عبد الوهاب الله يرحم هو ثاني واحد على يمين الصورة لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم شكرا لكم